مسرعاً رغبته بكسب رهان الحركة الجزائريين في سباقه نحو الإليزيه البرلمان الفرنسية يشرع في الترجمة القانونية لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام ممثلي هذه الفئة شهر سبتمبر الماضي ببدء مناقشة مشروع قانون اعتذار منهم ماكرون الذي يمضي أبعد من أسلافه عبر اعترافه بالتقصير في حق الحركة وعائلاتهم كما أكد في محطة متتالية يجد نفسه أمام انتقادات قوى سياسية داخلية تقر بأن ملف الحركة لا يعد أن يكون مجرد ورقة انتخابية يحاول بها استقطاب جزء هام منهم وتعزيز قابوله لدى أطياف أخرى على غرار كتلة اليمين المناوئة لمشروع مصالحة الذاكرة مع الجزائر زعيمة الطيار اليميني المتطرف ماري لوبان اعتبرت الخطوة سخاء انتخابيا لن يرمم التهميش الذي عانت منه هذه الفئة بحسبها إذ سبق لمكرون اتهامها عام 2017 بأنها ضالعة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجزائر وفق لوبان فيما أشارت نائب عن حزب الجمهوريين إلى أن مكرون ينفد استراتيجية للإغداق على فئة يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه وبغد النظر عن فحو مشروع القانون الذي يمنح امتيازات غير مسبقة لخوانة الثورة الجزائرية فإن الخطوة التي تصنف بحسب الطبقة السياسية في الجزائر في خانة استفزاز مشاعر الجزائريين تظل مسألة فرنسية داخلية بحتة بحسب السلطات في الجزائر فهي تعني علاقة فرنسا بمواطنين حسم خيارهم لصالحها اشتركوا في القناة